اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل مواصلة الجهود نحو التطوير والتحسين المستمر في جولة الخدمات الحكومية وذلك عبر تعزيز وتنفيذ خطط وبرامج التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين نعم جاء ذلك بمناسبة اطلاق وزارة العمل النسخة الالكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل واشار الوزير حميدان الى ان الخدمة الجديدة توفر واجهة سهلة الاستخدام لتسجيل الباحثين عن عمل وتحديث بياناتهم بشكل اكثر سلاسة حيث تم ربط الخدمة بقاعدة بيانات الانظمة الالكترونية لعدة جهات حكومية لتسهيل وتسريع اجراءات التسجيل مضحا بان هذا التطوير في تقديم الخدمة من شأنه ان يسهم في توفير الوقت والجهد على مقدم الطلب من خلال الاستغناء عن ضرورة الحضور الشخصي وتقليص التداول الورقي للمستندات وضف الوزير بان النظام يشمل باقة من الخدمات الالكترونية للبحثين عن عمل والتي تشمل معرض التوظيف الالكتروني والتسجيل لخدمات التأمين ضد التعطل الى جانب التعويض او اعانة التعطل بالاضافة الى الاستفادة من برامج التدريب وغيرها من الخدمات التي يجري العمل على تطويرها بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر